اشتركوا في القناة وتتعلق مذكرة التفاهم الاولى بارساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية تبادلها السيد سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والسيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية وتهم الثانية ارساء شراكة استثمارية في قطاع الماء تبادلها السيد سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء فيما تتعلق الثالثة بارساء شراكة انمائية تبادلها السيد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والسيد فوز القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية اما مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة بيترول ابو ظبي الوطنية ومجموعة المكتب الشريف للفصفات فقد تبادلها السيد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفصفات مصطفى التراب فيما تهم الخامسة ارساء شراكة استثمارية في مشاريع تهم القطاع الطاقية تبادلها السيد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والسيدة ليلة بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة واتهم المذكرة السادسة إرساء تعاون وشراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري تبادلها كل من السيدة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة والسيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بينما تستهدف السابعة إرساء تعاون استثماري في قطاع المطارات تبادلها السيد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والسيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك وتنص المذكرة الثامنة على إرساء تعاون استثماري في قطاع الموانا تبادلها السيد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء بينما تتعلق التاسعة بإرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا تبادلها السيد سهيل محمد المزروعي والسيدة أمينة بن خضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وتتعلق العشرة بإرساء تعاون مشترك في قطاع الأسواق المالية وسوق الرسميل تبادلها السيد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والسيدة نادي افتاح وزيرة الاقتصاد والمالية في حين تهم المذكرة الحادية عشر إرساء شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار تبادلها السيد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أما المذكرة الثانية عشر فتهم إرساء شراكة استثمارية في مشاريع مراكز البيانات تبادلها السيد محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومن شأن مذكرات التفهم التي وقعها المسؤولون البغاربة ونظراءهم الاماراتيون اعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون المغربية الاماراتية وهي تجسد عمق وجودة العلاقات الثنائية وارادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الابعاد التي تربط البلدين الشقيقين جرت مرسيم تبادل مذكرة التفهم بحضور اعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك بالاضافة الى عدد من كبار الشخصية الاماراتية